موسيقى نتقل يوم في مناسبة أخرى من مناسبات تواصل التنسي متفاعلون بمقابلات حزابنا تطبيقاً لروح امتزاناً للمتاق للقرب وليتجمال مع قضر مهنش للحكومة في الواقع كما جاء في تدخول الرئيس الحكومة أبليقات تنجيب واحدة خاصة التفصيب نائي وأساساتي دولي كذلك وكذلك سياق سياسي تحمل عديد من المكتسبات العديد من الطموحات والعديد من الإنجازات التي قاتلها ولكن في السلوك لدينا العديد من الصعوبات من الإكرهات من التحديات التي تطلوب مننا وتأبو جميعاً لكي يمكننا نواجهها وفي السلوك استنعنا رفع كل هذه التحديد وفي الواقع الحكومة وجهت العديد مننا منذ البداية بدلات الحكومات وجهتنا عبدالت المحطات التي في الواقع ما كانت سالة والتي رحضت لتلقيقة ولكن واجهتنا بتضاف الجهود كل مكوناتها وبقناعة راسخة لدينا جميع وهو قوتنا في وحدتنا قوتنا في وحدتنا شكراً الأغلبية الحكومية وجهت هذه المحطات للصابة يدان في اليد واستطاعت خلال انتجوزاً خلال انتقال من مقاربة التي كانت مننا أساساً للآلية وإطفاء الأزمات كنا بحر كانت الحكومية بحر يجلب إطفاء واعتمتنا رؤية الاستقبالية تقوم على التدفل الفوري وفعال على الاستباقية وعلى كذلك البعض استراتيجي اشتياسات التي تنظرها على الواقع معهم بطبع أخذ بالاعتبار ضرورة بالمخاطر وعشنا عدة أمور فالاتجان وكما يتعلمون فعشنا أولاً حرب للأوكرانيا وانتفاعة موبيلة بالنسبة العديد من المواد الأساسية التي كان لديها واحد وقت على البلاد ولكن لم يكن سأل من الحكومة أنها تقرر أنها ترفع الماقاتسة ١١ مليار دلم إلى ٤٠ مليار دلم من سلتها في سنة ٢٠٢١ هذا لم يكن مثالي وتقرر أنه ما يتزالش في هذه المواد الأساسية المدعامة تقبل أكثر من ذلك أنها دعمنا بعض المواد التي ما كانش مدعامة ومن بينها أنتم عارفين أنه قادرين بحبوب باش ما يتزالش الخبز وإذنها كذلك أنه قاعد داعم كذلك باش أننا نقلوا مرتفاع ديال مرتفاع ما كانت بالنسبة لنسبة لنقل البضائع ونقل المسافرين إلى آخرين من هذه المواد وكذلك بحالي قال سيد رئيس الحكومة أنه كذلك دخلنا باش أن ثمان كربام يرتفع يمكن الفروض يرتفع أكثر من 60% على المواطنين والمواطنين الناتجة أنه يفحم عارف ارتفاع لتدخل وده بطبقنا الموقع على كلفة الإنتاج إذن واجهنا الآن صحيح أنه كان ارتفاع لتدخل صحيح أنه كان ارتفاع للمواد الفلاعية والذي كان عندهم ولكن لو لا تدخل لهذه الحكومة لكان ارتفاع أكثر بكثير مما كان وهذا إنجال التحقق وهذا يمكن من المستقبل كعمل حكومي لإداء الواجهة له لأن الهدف لنا وهو مصلحة المواطنين وهو الدفاع الكتيرانية للمواطنين والمواطنين وهذا من الروح الجماعية والترامونية بين مكونات الحكومة واجهنا كذلك الجفاف وكانت استباقية لأن غير وصلنا أول شيء لأن اتفاقيات مع الجياءات مع الأحوال المائية التي كان فيها إشكالية الجفاف وكان غير يكون فيها إشكالية الجفاف وفي المصورة كذلك دمنا تستباقيات لأن المشكل الجفاف كانوا يستمر واستمر بعد أسف سنة 2013 وبتالي دار الربط بالأحوال المائية وهو برنامج مختط ملك لأن يكونوا واضح ينفذ الإطار وإشنا أن نجمع كحكومة متراصة لأن ننجحوا فالإطار ورأس الحكومة فالدور الأساسي كذلك في هذا المجال لأنه تكون الإمكانيات المائية الضرورية وأننا غيرنا مقرارة وجهنا بواحد فكرة لأن هذا الربط المائي كان مفروض ينطلق من الشمال ولكن اعتبرنا أن الظرفية كانت تستطيع أن ندعو مباشرة بل أكثر من ذلك وهو أن الداخل كانت تدعبات وهو الدور قويم لأن المشكلة تنوذ المرجعان في فصل الزيتون في نسبات السبوك الناس فصل عافية وهذا كذلك داف لأننا نجاوز هذه الإشكالية وتحققها على الأمر لأننا نضمن ماء السهل من 12 مليون من المواطنين من المواطنين يعيشين ما بين الأرباط والدولة وهذا كذلك إنجاز داف قياسي والحمد لله أن هذه الحكومة بأغلى اليدها لأنها لابد دور مهم في هذه الإطار كذلك أننا نتقلم وقلنا كذلك الزلزال يحوز مجادة بشخصيا المبادرات الضرورية التي بدأت هذه الحكومة ونقع واحد تسري لأن الأعمال لكي نضمن كل الإشكالية التي كانت متروحة في ضمن المواطنين المتضررين وتعطى الإمدادات المواطنين الضرورية في نفسها ونضمن كذلك الأعمال وهذا معلوم كذلك أعمال الذي لم يكن السهل وكذلك إمكانيات ماذا أكثر وهو أن يكون هناك برنامي مجتموية لكل الأقاليم ليس فقط الجماعة للضرائم لكل هذه الأقاليم لكي تكون حقيقية مندرجة وستطيع تصور إن شاء الله إن شاء الله الملك ينصل لكي يكبر لكي يتطبق على أرض واضحة هذا كذلك أعمال وضروري إننا ماشي فقط لكي أساسي وهو نواكب العمليات لكي تقول يا قدل سامة وكي أن المواطنين يستخدم أقرب أخلقين ويكون البناء في المستوى العالي اللي هو تجاوز هذه الإشكالية للزلزال باش إنه سكن ثم تكون استداماً للو وفوف كذلك منطلق العملية للضرق اللي يموني وبحل إجابة تدخول للسيدة الرئيس الحكومة وهو إمنام كذلك تنتخل إن هالحكومة هي اللي تطبق البرنامج ديال الحماية الاجتماعية اللي هو تشكل ثورة اجتماعية بالتطورة مالكو الشعف جديدة بسبب لدنا والحمد لله طرقنا في تعميم التطيئة الصحية وده بدلنا مرحلة الثانية للدام الواشر عليكال سيد رئيس الحكومة